مخيم الركبان يعود إلى الواجهة مجدداً وهذه المرة عبر الاتهامات الروسية للقوات الأمريكية المتمركزة في منطقة التنف بمنع الحافلات التي عدتها روسيا ونظام الأسد من الوصول إلى المخيم لإجلاء قاطنيها والمفارقة أن الاتهامات تأتي في الوقت الذي عبر فيه أهالي المخيم لعدة مرات رفضهم الضغطات الروسية ومغادرة المخيم بهذه الطريقة مدير ما يسمى بمركز حميميم للمصالحة تابع لوزارة الدفاع الروسية زعم أن ميليشيات أسد ضمن تمنى النازحين الذين يرغبون في مغادرة الركبان وكانت روسيا ونظام الأسد قد أعلنت عن فتح ما أسموه ممراً آمناً لعودة المدنيين ونقطة تفتيش لإجلاء النازحين منه بشكل آمن وطوعي إلى أماكن إقامتهم ومنذ أشهر نوع مع اشتداد الخناق على ألاف المدنيين في مخيم الركبان تعمل روسيا ومن خلفها النظام على الظهور بمظهر الحريص على حياة المدنيين الهاربين أصلاً من جرائم الاحتلال الروسي والنظام في مناطقهم لتكرر كيلة الاتهامات للتحالف الدولي والفصائل عن منع وصول المساعدات للمنطقة هناك في وقت كانت حواجز نظام هي من تمنع وصولها للضغط على الأهالي وقبول شروط التسوية التي فرضتها عليهم وتواصل ميليشيا أسد حصار مخيم الركبان بهدف إرغام الأهالي على القبول بتسويات في ظل وضع إنساني يفاقمه الجوع وسوء الأحوال الجوية موسيقى